أعلن صندوق العمل تمكين توقيع اتفاقية تعاون مع معهد الأزياء الفرنسي بدبي وحاضنة بلاس 973 ارتزان الرائد المبدع بهدف تقديم برنامج تدريبي متكامل في تصميم الأزياء للبحرينيين الراغبين في إطلاق علامة تجارية أو توسعة أعمالهم في مجال الأزياء تأتي هذه المبادرة استكمالا لدعم تمكين لقطاع الصناعات الإبداعية المتنام عالميا والذي يقدم العديد من الفرص الواعدة للبحرينيين لإطلاق أعمالهم الريادية والتمييز والابتكار سيستمر البرنامج لمدة تصل إلى 19 شهرا سيتضمن سلسلة من ورش العمل لتطوير المهارات وإدارة العلامات التجارية تليها جلسات التوجيه لأفضل 15 مصمما لتطوير أفكارهم وتعزيز علامتهم التجارية بهدف إطلاق أفكارهم كمجموعات أزياء جديدة في السوق من جانبها قالت سعادة السيدة مهى عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين إن مجال تصميم الأزياء يقدم فرصة مميزة للمبدعين لتحويل شغافهم إلى عمل ومصدر دخل مجزي وهذا تأتي أهمية هذا التعاون الذي سيساهم في دعم الكفاءة البحرينية الموهوبة في الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدم هذا المجال هذا وقد عبرت الرئيس التنفيذي لمشروع ارتزانة الرائد المبدع بلاس 973 الدكتورة الشيخامي بن سليمان العتيبي عن سعادة يبدعم من صندوق العمل تمكين لأجل تطوير المهارات الإبداعية لرواد الأعمال البحرينيين تحت مظلة المشروع مبينة أن المساهمة في دعم الطاقات الشبابية يسهم في إداج مبدعين أكثر تخصصا ترجمة نانسي قنقر